إلى التحسيس والوقاية من القاتل الصامت الذي ما زال يحصد أرواح الجزائريين في غفلة منهم لقلة وعي أولى مبالات ما هي مهام مصالح الحماية المدنية في التحسيس والتوعية والتخفيف من الحصيلة للاستفاضة أسعد كثيرا باستقبال سيادة النقيب برناوي ناسيم رئيس مكتب الإعلام والاتصال بالمديرية العامة للحماية المدنية سيادة النقيب صباح الخير شكرا لك على قبول الدعو صباح الخير لك وكل طاقم العامل معك وكل المشاهدات والمشاهدين شكرا للدعوة أهلا بك سيادة النقيب بداية النقف عند حصيلة هذا القاتل الصامت الذي ما زال يحصد أرواح الجزائريين في كل موسم شتاء أو خريف نعم طبعا كل موسم شتاء للأسف يتم تسجيل عدد كبير من ضحايا وحادي وكسير الكربون سواء من الذين يتم إسعافهم وينقاذهم أو حتى الوفيات بلغة الأرقام فيما يخص الوفيات جون في 2023 تلت وفيات حتى تسعى نعم بعد الضحيتين بشار امرأة 51 سنة وامرأة 80 سنة لأيتر استنشاق حادي وكسير الكربون المباعد من طابونة داخل حمام المنزل أنهم كانوا يقومون بتسخين الماء من أجل أخذ الحمام وآخر ضحية كانت أمس بالليل في تلبسان شخص توفية لأيتر حادي وكسير الكربون المباعد من مدفئة المنزل بالإضافة إذا أنه تم إنقاذ 87 شخص يعني تم إنقاذه وإسعافه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم هو تحت الأكسيجين المضغوط سنة 2022 135 حالة وفات حسنة ثقيلة سيادتنا منها 103 بأحادي وكسير الكربون فقط باش نشوفه يعني 135 منها الغاز البيطان غاز المدينة غازة سماة أخرى لكن أحادي وكسير الكربون 103 حالة وفات وزيد من 2400 شخص تم إنقاذه وإسعافه لسيما لما نشوف الفترة يعني صحيح أنه طيلة السنة نسجل وفاية وأشخاص مختنقين أنه حتى سخان الماء وسخان الحمام يعني من جراء التركيب الخاطئ أو تسيف الخاطئ للغازات المحترقة من الغياب عامل التهوية نسجل وفايات ونسجل حالة اختناق لكن الفترة الكبيرة هي فترة موسم الشتاء فترة البرد السيما يعني نوفمبر ديسومر شهر جنبي فبري ومارس داكن برد قارس كل ما تنخف الدرجة للحرارة كل ما يرتفع عدد الأشخاص المختنقين من الذين يستشقون غاز أوحاد يوكسيل الكربون في منظومة يعني لاصلية ما داخل البيوت أنه في حوادث خارج البيوت لاصلية ما في الوراشات في مركز الحراسة ليقوموا بتدفئة بوسائل يعني تقليد ديك لحطة مما شابه ذلك في أماكن معلقة لكن أكثر الحوادث نسجدها داخل المنازل داخل البيوت طبعا هناك فهم خطأ لهذا الحوادث المنزلية لأوحاد يوكسيل الكربون أنه غالبا ما نسمعه في بعض الأحيان في واساء الإعلام أو في بعض الشهادات في أمالية التحسيسية أنه شمينا الغاز وحاد يوكسيل الكربون ما عندهش رائحة ليس له رائحة طبعا إذا شميت شميت الغاز المدينة أو غاز البيطان أو إذا شميت رائحة كريهة من جرال احتباس للهوائي للهوائي في المكان يقول لك شمينا رائحة يعني ما قدرناش احتباس الهواء وكترة وحاد يوكسيل الكربون يعني خلاص الهواء وهنا هذه الرائحة الكريهة هذه ليس شيء وحاد يوكسيل الكربون يعني وحاد يوكسيل الكربون ما عندهش ريحة وما عندهش لون تقدرش تشوفه ما تقدرش تشمو حتى ما عندهش تدعى لكن عنده أعراض من الناس لا يتعرف عندها أعراض هذا المفهوم يجب أن يعمم ويصح لدى المواطنين ولدى العائلات الجزائرية حتى لا نقع دائما في الخطأ ونقع في الحوادث لسيما إذا قمنا بأخطاء أنه وحاد يوكسيل الكربون أو الخطأ أو الحادث المنزلية تربص بنا من دراء تركو مات عديدة نعم لأخطاء لكان جهاز قديم جهاز فقط بعد الخصوصية السالة متاعو النظام التهوية ما هو صحيح ما هو سليم ما هو مستمر وجنهار وين ربما أني نقفل المنفذ الوحيد اللي كنت ربما نتنفس منه أو ربما اللي يخلي عميجي احترق عندما تكون كاملة هنا تكون الحادثة أنه لما يكون احتراق غير كامل يكون عندنا وحد يكسيل الكربون نعرفه مطلة النار يعني لازم الأكسجان الحرارة والمادة المشتعلة ولازم تكون عاملية الهواء والأكسجان بيش يكون احتراق كامل ولما يكون احتراق كامل يعطينا ثاني أكسيد الكربون لما ينقص العامل الأساسي على الأكسجان يكون احتراق غير كامل والأكسادة غير كاملة وهنا تعطيه انبيعات للغاز السام نعم جمعا لما نقفل كل النوافذ ونقفل كل أبواب ونصد الفتاحات يعني بالنشاف أو حشك بالسنبيتة أو من بشاه بعد ذلك يعني بكل بكل الوسائل سواء قائمة قديمة أو الآن في بعض الوسائل تبعني للأسف على طريق تيجارة إكترونية في المواقع طوال الاجتماعي رايدية راكاني نعم كانت لأنه باش ما تخليش أن الهواء يدخل وريح يدخل يقوم بالقيام بهذه الأمورة ولخاصة فيما كان وين يكون فيه سخن الحمام أو يكون فيه جهاز ترتفئة الشوفاج أو سخن الألماء لسيما كذلك يستعمل أمور أخرى كما كان في بشارة تلتيام بطابونا دخل الحمام دخل الدوش قدرها تحديد يسخنوا فيها المام ساكن صحيح أنه أسف صحيح أنه ربما العويزاز أو نقص الإمكانيات في البيت لكن الروح غالية صحيح البرد لا يقتل برد لا يقتل أو حتى أنه قلنا دائما نفوق فروع عملية تهوية الطابونا راهدية لك هارثة صحيح الطابونا جدودنا وولدينا طيبوا فيها الكسرة طيبوا فيها مطلوع في الحوش في استعمال مؤقت فقط في استعمال مؤقت في مكان مهوى لا تترك يعني في الأرض لأنه فيها عواقم أخرى وحوادث أخرى كالحورق وما شبه ذلك لكن تستعمل في أمكان مغلقة خطيرة جدا ومغلقة يعني كنقول مغلقة أعدام لعملية التهوية الأكسجن لما نستعملها نستعملها سواء في الحوش برها في المراحق كما نقوله أو نستعملها في الشرفة أو نستعملها في المطبخ وتكون النافدة نفتوحة هنا مش ما تكونش يعني عمليات اختناقهم بيعات للغازات السماء هذا هو المفهوم تأوحى ديوكسيد الكربون لما يكون تم تشموش لكن عنده أعراض أعراض تاعه للأسف نعاود أن نقولها دائما كنروها لأنه الناس تخلط صحيح قلوك يعني اليوم تعبان لا أخدمت بزاف أنه تعبان لفشلة لحب نرقط هذا من بين أعراض وحد يصبح الكربون التعب الفشلة النعاز هنا لازم يراقب التهوية في هذا المكان طبعا الدوخة لننزي الغثائي يعني قلوك يعني لبما لكش مكلية اليوم ولا الكولون أو ما شبه ذلك لكن هذا من أعراض وحد يكسير الكربون صحيح إلى غاية يعني فقدان الوعد أو التقيق كلمة الله ثم إلى الإغماء وإذا كان أي واحد تخلط الضار في الوقت المناسب وقام الاتصاب الحماية المدنية وخرج الضحايا وغلق المصدر يعني رأى وربما فرص النجاة أو لما كان شني تدخل واحد في الوقت المناسب للأسف مباشرة حالة الوفاة حالة حالة الوفاة هناك درجات في التسمم طبعا هناك درجات حسب التركيز الغاز السام درجة تعرض درجة تعرض حالة استنشق وتختلف من شخص إلى شخص الأعراض هنا أيضا تختلف نعم تختلف من صغير الكبير المرأة الحامل الشخص اللي يكون عنده حركة في البيت والشخص اللي يكون يعني مستلقي ما هو شكيف كيف اللي يكون عنده حركة في البيت يفطن ممكن يتفطن نعم 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 الأم أو المرأة اللي يدير في شغل نعم ويتخدمها يتعيا ولا تستنشق يعني رأي أكتر عرضة تستنشق أكتر عرضة وحديث الكربول للشخص اللي يراه مستلقي رأي في راحة الأطفال كذلك أكتر حركة في المنزل نعم طبعا التركيز إذا كان تركيز 10% الوفاة مباشرة نسخ لك لماذا 10% أما الباقي يعني رأي كين أكسجين لكن خطورة الغاز لما يكون وحادي أكسير الكربون ويكون الأكسجين الجسم يختار وحادي أكسير الكربون 230 مرة لكي يأخذ الأكسجين يعني أنه نتنفس غير في وحادي أكسير الكربون ورغم أنه موجود الأكسجين هذا ما يؤدي إلى هذا الأعراض في بعض الأحيان أنه أني أني دخلت خمس دقائق أو ثم أخرجت أو بدأت وفاق نستدرك الوضع لكن نرنى في اختناق المزمن اختناق المزمن الذي يؤدي في بعض الأحيان كذلك له عواقب أو يعني ديسيكال لسيما الأطفال النسيان عدم التركيز هذو من من خلال هذا الاختناق المزمن سيادة النقيب يعني له علاقة بمدة التعرض أم فقط أنه ناخذ نسبة معينة ناخذ نسبة معينة ما تقتلش أي هناك غاز وحد يوسي الكربو بالنسبة ضعيلي جدا في المنزل دائما موجودة إنسان في الشفيق كلما يدخل الدار يبدأ يوجع راسه أو يفشل أو حشكي يحب يتقيه دائما تتكرر الأعراض لما يدخل المنزل لما يخرج تختفي الأعراض وكيف يتم الانتباه هناك طبعا دائما يخلط يقولك أنا عندي الليستومان أنا عندي الكولون أنا عندي الغالرجي يخلطوا بي يعني الأمراض الأخرى مع هذه الأحدة وسيل الكربون دائما يعني ما يعرفش اللون الشعلة أني يشوفها يعني فقدت اللون الأزرق يعني رحت بتمي الأسفرار وحتى اللون البرتقالي هنا نعم لما تكون الأسفرار واللون البرتقالي الأسفرار لأنه ناخد الشعلة ثلاث أرباع الشعلة تكون زرقاء احتراق كامل والأمر يتمشي على ما يرى أما تفقد ثلاث أرباع اللون الأزرق طرح الإسرار والبرتقالي يعني هناك خلل في نظام التهوية أو خلل في الجهاز بحد ذاته يجب يعني تم إصلاح أو تغيير الجهاز أو إعادة النظر في تهوية المنزل أو مكان استعمال الجهاز التذفئة أو حتى سخن الماء وسخن الحمام اللي هو كذلك سوء استعماله وسوء وضعه كي أن يحطوه في الدوش في الحمام يقولك منها أن نسخن شوية حالة ونسخن المكان من المشكلة سيادة النقي يعني دائما لازم سخن الماء يكون خارج خارج الشي اللي صراف بشار في حالة فرسان الطابونة يعني نسخن الماء في الدوش منها نسخن الماء ومنها نسخن الماكان بش يعني بني شريح وللأسف أني مباشرة يعني قعد عرضة لتنشاق هذا الغاز ثم الوفاية حالة الوفاية أو نوضع سخنة الماء فيها في بعض الحيان سخنة الماء تها 5-3 5 لتر صغير في بعض الحيان أنه ما فيش عفوا لدام تسريف الغاز نعم غازات محتريقة هذاك ما نوضعه في الدوش ما نوضعه في الحبام وما نوضعه في الكوزينة هذاك لما يستعماله وموجه لأماكن الكبيرة المهور كما نحن نحن نقل في الستوديو كبير ما شاء الله فيه نظام تهوية يعني أوتوماتيكي تم يعني نسمعه كما فيه ورشات الميكانيكية الكبيرة تم نستعمل أما في المنزل فيجب أن يكون هناك جهاز لفيه تسريف الغازات المحتريقة وأنه عن طريق ماذا يكون يكون عن طريق يعني أن يضعون بوب حديدي من الزنق حتى ما هوش من الأكورديرية وهذاك اللي هو سهل استعمال ورخيص الثمن لكل ما يستعمله هذاك نستعمله لتصريف دخان المطبخ البخار في المطاعم هذاك نستعمله فيه الأكورديرية واللي يتمدد ويتقلص أما الجهاز التدفئة أو سخان الماء أو الحمام فهو مادة صلبة وكيفاش نستعملها على ما يقولنا الآن نروح أن التركيب يجب أن نكون من طرف مختص حيلا فيه قراء قراء مجل الترصيص صحيح قراء في المعهد ومعهد وطنية أنه سهل أن نروح نشوف في اليوتيوب أو في المواقع التواصل الاجتماعي ونجرح من غلد لكن أنا أقول لك نظام تصريف الغازات المحترى يجب أن الأمور يخرج أولا من التدفئة ثم يعني عندنا الزاوية تسعين الكوت كما يقولون له ثم مباشرة إلى مكان تصريف خاصة في العمارات ووحدات تصريف الغازات المحتريقة هي موحدة ولما ندخل الأنبوب كذلك كيف يدخل الأنبوب كي يكتلة ويدخل الأنبوب ويلسق مباشرة مع الحيط وهنا رجوع الغازات المحتريقة هنا يجب أن نعرف كيف نصل الأنبوب على الحيط لكي لا يكون لدي سد فيه لا بد من مختص يعني هو اللي يعرف مخارج ومداخل لأنه نتخلمون للناس لأنه لماذا تكتراكم الأخطاء كان في بعض الحيان أن تصريف الغازات يمشي الأنبوب لأمطار كبيرة يجوزوا على الكولوار ويجوزوا على البيت ويقولون لكي يتسخلوا لقد دار ثم يقوم بإنزاله ويعاودوا تطلعوا هذا خطأ كبير الغاز أنه إذا كان عبط يتحركوا وقد يصاب هذا الأنبوب بثقوب مثلا أرى أن نسجلوا فيها يوميا هذه الحالات عندنا صور وعادنا فيديوات لخصوص الأشخاص ما نحبين في بعض الحيان ونمروهم صحيح طبيعة كذلك أنه في بعض الآن نتباعوا عن بعض الناس التي تتباعوا للوازم هذه أنها تثبت في الأنبوب الحديدي ويخرج منها أسلاك ينشروا فيها الحوايج وهذا الشيء أو مورها يساهم فيه أنه يجبت أو يقلع الأنبوب الحديدي الأنبوب عن مصاري عن مصاري عن الجدار ثم السلوبات ثم حليل الوفيات هذه تعركوا مات الأخطاء نعم إنسيدات تصريف الغازات على نبيب عفواً بعش الطيور أو بكيس البلاستيك نعم صارت أنها تلت مرات السنة هذه تلت مرات وتلت وفايتها إلى أباك ماليا زوج بعش الطيور وواحد نسى أنه غلق أنبوب تصريف الغازات المحتريقة بكيس من البلاستيك أنه بش ما يدخلوش الحشرات أو ما يدخلوش العصاب نسى يعني هذه قلة وعي تجهل بعواقب الأمور سيادة النقيب لا مبالات من قبل المواطنين نتحدث أكثر أيضاً عن المضاعفات من جراء الإصابة بغاز أحادي أوكسيد الكربون وحتى باقي الغازات تأثر حتى على المرأة الحاملة تأثر على الجنين نعم المرأة الحاملة لأنها تحمل جنين نعم والجنين تسيبوا تشوهات بسيما الأمراء التي تتعرض إلى اختناق مزمن يعني دائماً في المنزل وعندها تركيز معين من أوحادي أوكسيد الكربون وتستنشقوا أضمن غضوان عندك التشوهات في الجنين إنسان ما يتساءلش كيفاش مباشرةً أوحادي أوكسيد الكربون هو اللي يتسبب في هذا أوحادي أوكسيد في هذا التشوهات الجنين ضيف على ذلك فيما يخص الأطفال الصغار المضاعفات اللي عندهم بسببوا لديك ما يركز وليدي ما يركز وليدي ما يركز في المسيط يعفض يعرف كل شمسح ما يركز في امتحان يجب سيفر يجب خمسة ورغم أنه بارك نقرأ معاه وكان كان على باله وليدي ما يركز من بين مخلفات وحادي أوكسيد الكربون النسيان الكثير يعني يكبر وليس ينسى بزاف من آثار مخلفات وحادي أوكسيد الكربون في إطار الاختناق المزمن يعني يعني طوام يومياً ما نتكلمش عن الاختناق الحد أنه يعد إلى الغماء وإلى الوافاة يعني هل تحالة الاختناق المزمن سيادة النقيب يعني كيف تحدث يعني مع العلم أنه ما كانش منزل ما نفتحوش فيه يعني المنافذ النوافذ يومياً أو ما فيش الباب ما يتفتحش يومياً كيف يحدث هذا الاختناق المزمن نعم لأنه هناك غياب لعامل تهوية دائم مستمر فكس عن طريق فتحة تهوية نعم تجديد الهواء نطالب بها أن نفتح النوافذ تجديد الهواء أن نغير الهواء دائماً في المنزل لسحة الإنسان ورفع من نسبة الأكسيجيل في المنزل لكن في المنزل لازم تكون عندنا تدور التهوية ثابتة عن طريق فتحة تهوية جهة أكثر مستطيلة نعم نظر فيها ثلاثة سنتيمتر على وقلها خمسة سنتيمتر في أسفل الأبواب وفي أعلى الأبواب تسمح بالدخول الهواء النقي من تحت تجديد الهواء وتسليف الغازات المحترقة نجدها عامة في الباب الرئيسي المدخل الرئيسي للمنزل نجدها في باب المطبخ نجدها في نافذة المطبخ نجدها في باب الحمام ونجدها في الحمام وأكرركم الله في المرحض يعني هناك نظام تهوية ثابت ثابت لا نشعر بأحناية تشعر به فقط إذا كان ريح قوية ربما لما تجوزي عليها وتحطي يديك تحسي بليه يدخل الهواء لكن في حالة هذه لا تحسيش به لكن الهواء رأيب شيء فعال أما لما تغيب عندنا هادية يعني سيغيب ينقص الأكسجين وسيكون لدينا نسبة معينة من أكسجين الكربون كما تفضلت وقلت يعني نفتح باب تخل شوية أكسجين يعني نفتح التاقة أو تخل شوية أكسجين لكن في الليل أو بداية الصهرة أولي لما نغلقوا كل شيء نحن نقصت من الأكسجين عندي بعض الفتحات ربما فتحات صغيرة غير كافية غير كافية تعليجوان تعال تواقي تعال البيبان يعني ستدخل شوية الأكسجين لكن غير كافي يعني يكون لدينا نسبة معينة قليلة ويكون لدينا اقتناق المزمن لكن ارتفعت هذه النسبة 10% الموت الفوري 1% ربع ساعة 0.1 في دل ساعتين تلت ساعة يعني يمكن يؤدي إلى الوفاة سيد نقي بعفو هل الأجهزة التي تستعملها في التدفئة مثلا ما يعرف بالبندويل يعرف بالشوفاش سنترال هل هذا أيضا عندهم مخاطر لا ليتمشي بالكهرباء كما البندويل لا بندويل لا لأنهم ما يصرفش غازات حتى لما ندفي الغرفة نحس أيضا لو كان من حلوش الباب نحسه أيضا بحالة من عدم الارتياح نعم لكن الهواء مهم جدا لحالة الإنسان حتى يتعمل يعني لجمع الإنسان يعني لازم يتنفس الخائلة لازم تتنفس باش تكون قوة تكون ناشخة نكوش الخمول طبعا أما التدفئة المركزية لما تكون الرشوديار خارج المنزل مكاش خطأ مكاش خطأ وما تكون داخل المنزل في المطبخ طبعا نحن يعني لازم نضم تسريف غازات نعم ولازم تهوية لازم تكون تهوية أما تكون يعني لو دعوها خارج يعني وخارج المنزل تراعي عدة أمور عدة أمور لازم تراعها يعني من الرياح كيفاش جي الأنبوب تسريف الغازات كيفاش يكون عمودي نعم ما يكونش أفوقي لازم الغطاء حتى نمنع أنه يكون هناك رجوع أو إطفاء الشعلة وكي يعني أنواع متعددة كي يتمشي أوتوماتيكيا يعني يتمشي بالبطاريات كي يتمشي بالغاز كي يتمشي بالغاز كي يتمشي عدة عدة أنواع الحرة فيه ومختص اللي نصحك أما يتخال أشهر ديال داخل المنزل كأنك يتخل يتخص خال الحمام 10-23 و 11-23 نعم للمنزل يخضى عليه نفس النظام تصريف الغازات المحتريقة وكذلك التهوية المستمرة الدائمة في المنزل من أجل التفادي أن يكون احتراق غير كامل اللي ينتج منه وحاديوكسي الكربون اللي هو غير موجود في الطبيعة إلا إذا كانت أكسادة غير كاملة شكرا جزيلا لكسياد النقيب برناوي ناسيم رئيس مكتب الإعلام والتوجيه بمديرية العامة للحماية المدنية على كرب الحضور وعلى هذه الإرشادات القيمة اشتركوا في القناة